مع اجتداد المعارك في اليمن ومع التقدم الكبير الذي تحرزه قوات الشرعية بدعم من التحالف العربي في جبهتي الساحل الغربي والصعدة أكدت مصادر عسكرية يمنية أن ميليشيا الحوثي سحبت مسلحيها من جبهات في مأرب وريف تعز ودفعت بهم إلى جبهتي الحديدة وصعدة استراتيجية تكشف عن محاولة الانقلابيين تعويض خسائرهم بعد الضربات العسكرية المؤلمة التي تلقوها مؤخرا تخسر ميليشيات الحوثي في أكثر من جبهة يفقد المتمردون يومياً مسلحين وعتاداً وأرضاً لمواجهة ذلك يحاول الانقلابيون تعويض خسائرهم أمام قوات الشرعية والتحالف العربي لكن دون جدوى خسائر أجبرت الميليشيات الموالية لإيران على اتباع استراتيجية تقوم على إعادة التمركز والانتشار في أكثر من جبهة والانسحاب من جبهات أخرى لتخفيف الضغط العسكري المستمر المفروض عليهم المصادر الميدانية اليمنية أكدت قيام المتمردين بالانسحاب من جبهات ريف تعز وعمران وحجة لدعم معقلهم الرئيسي في صعدة إذ شهدت الفترة الماضية خسائر كبيرة للمتمردين في هذه الجبهة مع تقدم قوات الشرعية مدعومة بالتحالف العربي بأكثر من موقع في المنطقة ويرى خبراء عسكريون أن خسارة المتمردين للصعدة باتت قريبة وفقاً لهؤلاء فإن تقدم قوات الشرعية في المنطقة يمثل هزيمة للانقلابيين ليست عسكرية فحسب بل معنوية أيضاً الأمر لا يقتصر فقط على صعدة فخسائر الميليشيات في محافظة الحديدة والساحل الغربي لليمن نتيجة ضربات قوات الشرعية مدعومة بالتحالف العربي أجبلت الحوثيين على سحب عناصرهم من جبهة صرواح في مأرب نحو الحديدة يأتي هذا بعد أن أطلق القيادي الحوثي صالح الصماد دعوة للاستنفار خشية تقدم قوات الشرعية صوب مدينة وميناء الحديدة وما يمثله ذلك من تطور مهم في ميدان المعركة يفتح الطريق أمام الشرعية والتحالف العربي لتأمين السواحل اليمنية وصولاً إلى باب المندب ويرى خبراء أن لجوء الانقلابيين للانسحاب من جبهات وتعزيز جبهات أخرى ما هو إلا ترجمة على الأرض لنجاح قوات التحالف العربي وقوات الشرعية في تنفيذ ضربات نوعية في الجبهات المهمة معنا الآن من دبي الخبير العسكري والاستراتيجي خالد النسي أستاذ خالد مساء الخير مرحباً بك معنا في غرفة الأخبار نتحدث عن تحركات كبيرة ولافتة للميليشيات الانقلابية من مأرب من صرواح من تعز باتجاه الحديدة أيضاً من حجة وعمران باتجاه صعدة على ماذا تدل هذه التحركات برأيك وهل بالفعل بدأ يشعر الطلب الانقلابي بأنه هناك خطورة فعلية على هذه الجبهات مساء النور أستاذ مهنم بالنسبة لطبعاً من فترة من فترة يعني تقريباً أكثر من شهور طبعاً والحوثي وخاصة تقريباً من ديسمبر الماضي الحوثي فعلاً يواجه مشكلة بالنسبة للمغاتية على الأرض وكان يستغل أنه كانت المقاومة والشرعي بشكل عام كانت تفعل جبهة وبغية الجبهات يكون فيها جمود فكان الحوثي يجد فرصة أنه يناور بقواته ينقلها من جبهة إلى أخرى وكانت دائماً كل المراقبين ومتابعين يقولون أنه أفضل طريقة للوضع الحوثي في مثلاً في معانا بالنسبة لأنك تفعل أكثر من جبهة في آن واحد ولكن كانت هذه مشكلة بالنسبة للجيش الوطني والشرعي كانت هذه نادر ما تحصل لكن الآن عندما التابع عصر تقريباً أكثر من ثمان إلى تسع جبهات ملتهبة مع الحوثي فهذا فعلاً يدخله في بان حجمه الحقيقي في الجانب هذا فعندما تفعل الجبهات في أكثر من جهة أكثر من محافظة يقل صعوبة لأنه فعلاً هو بشكل عام يوجد صعوبة بالنسبة للمغاتلين أكثر الجبهات التي كانت توقف في وجه التحالف و وجه الشرعي بشكل عام هي القوات التي كانت موالية للرئيس على عبدالله الصالح فكان المفروض أنه من ديسمبر الماضي بداية ديسمبر الماضي في العام الماضي طبعاً كان مفروض أنه وخاص بعد انتهاء الرسمي للشراكة فيما بين طرف الانقلاب أنه كان مفروض أنه يستغل هذا الجانب من بدايتها وكان في أكثر منه وخاصة وأنه التحالف يعني يدعم كل الجبهات بدون استثناء في بعض الجبهات توقف إلى أنه محسوب في بعض الجبهات إلى خمسين المغاتل يحظى يعني هذا الجبهات تحظى بدعم ومطلق من التحالف بكل مستوياته يعني نمكن نسميه دعم لوكستين مطلق يعني فعندما تشغل الحوثي في أكثر من جبهة وفي أكثر من جابه فهو فعلاً سوف يكون هناك مشكلة بالنسبة له ولكن هناك في أولوية بالنسبة للحوثي يعني هي أولوية مثلاً جبهات الساحة الغربية بالنسبة لأولوية صعدة وهي معقل الرئيسي طبعاً يوجد يعني هي بالنسبة له أيضاً أولوية فهو مضطر يعني أنه يسحب كثير من المغاتلين وخاصة هو يعاني في هذا الجبهات يعني بالنسبة له في بعض الجبهات لا تكون هي ذات أهمية بالنسبة لنقارنة بعض الجبهات الأخرى فهو فعلاً نحن نتابع أنه فعلاً سحب كثير من المغاتلين من جبهات وخاصة من اتقاهها مأرم من اتقاهها نهم من اتقاهها تقريباً أرحب باتقاه حتى البيضاء فسحبها باتقاه الجبهات وخاصة في الصعدة وباتقاه الساحة الغربي فعلاً الأولوية بالنسبة للطرف الانقلابي أستاذ خالد فيما يتعلق بتعزيز هذه الجبهات ما هو هل هو الساحة الغربي بالدرجة الأولى أم هو صعدة حيث يعني مركز القيادة والمخازن والمخازن الأسلحة والصواريخ وكل هذه الأمور تقريباً بالنسبة للانقلابي وخاصة ميناء الحديدة بالتحديد يعني ممكن نقول أكثر تحديداً هو ميناء الحديدة ومعقلها الرئيسي وخاصة منطقة الملاحظ وحيدان وخاصة معقلها الرئيسي وقبال مران هذه بالنسبة له هي وجود وهي مصير بالنسبة له فهو لا يستطيع مثلاً أنه يفرض في أحد هذا القباتين بالتحديد على وجه التحديد فبالنسبة للقبات الساحة الغربي وعنده المعلومات أنه هناك الآن في وحدات يمنيات نوعية وعلى يقين أن هذه القوات سوف توجد فارق في هذه القبات سوف توجد فارق مع قادمة لياهم وتقريباً بدأت يعني دخلت مناطق كانت في الصعوبة أن القوات السابقة أنها توصل لهذه المناطق لكن هو على يقين هذه القوات سوف توصل في يوم ويمكن قريب وقريب جداً أنها توصل إلى الحديد ويمكن إلى الميناء فهو يواجه أن قوات نوعية طبعاً من مسنودة بمقاومة تهاميم ومقاومة جنوبية أيضاً بدعم ومطلق حتى على الأرض من قوات الإماراتية العاملة في التحالف بقيادة السعودية على هذه الأرض أيضاً بالنسبة لأنه داخل صعدة يواجه أكثر من خمس جبهات ملتابة داخل صعدة وأكثرها الذي وصلت إلى الملاحظ ووصبحت على بعد تقريباً عشر كيلو من مقرر رئيسي مران مران معروف في أنه هو المكان الإفتراضي للزعيم الميليشيا المكان الإفتراضي لكل القيادات الرمزية والدينية لهذه الجماعة أيضاً كل الورش وخاصة فيما يتعلق بالسلحة الاستراتيجية منها الصواريخ ومنها القوات مقودة هي في صعدة وبالتحديث في جبال مران توجد هناك المعلومات تقول أنه توجد كل الورش لأن السلح هذا يأتي على شكل قطع عبر الميناء عبر البهر حتى عبر منافذ برية من الحدود العمانية يعني يوصل إلى صعدة وهناك يتم تركيبه تحت إشراف خبراء يمني تم تدريبهم وخبراء أيضاً من حزب الله وإيران وهذه معلومات للجميع يتم تجميعها في هذا المنطقة وبالتحديث في جبال مران فأصبحت هذه المنطقة على بعد عشرة كيلو من نيران القوات الموجودة الآن في الملاحظ فأصبح فعلاً يواجه وبالنسبة له مران هي يعني أنه وصلت القوات إلى هذه المنطقة فتعتبر نهاية فعلية للقوات العوذية ممكن أن يفرط في صنعة حتى ولا يفرط في مران بالتحديث عندما نتحدث عن هذا العدد الكبير من الجبهات المشتعلة في آن معاً أستاذ خالد نحتحدث ثمان تسعة جبهات الآن مشتعلة إلى أي مدى قوات الطرف الإنقلابي قادرة على مجابهة هذا الوضع لفترة طويلة هل برأيك يجب أن يبقى الوضع كما هو عليه حالة التكثيف العسكري هذه وفتح وإبقاء هذه الجبهات كلها مفتوحة هل هذا هو عامل أساسي في تشتيت قدرات الطرف الإنقلابي برأيك المعلومات التي تتوفر مثلا من الأسر الحوثيين الذي تم أسرهم في كثير من الجبهات وحتى العناصر الموجودة وهي عناصر كثيرة مخترقة هذه الجماعة طبعاً وتنقل معلومات دقيقة عن وضع الجماعة عن الوضع الفعلي الجماعة هذه فقط تصور نفسها في الإعلام وعندها أعلام بصراعي في القانب أعلام الحوثيين هذه الحقيقة عندما تعادلها في الأعلام المولد الشرعي تقدر أعلام الحوثي متفوق وهذا قانب تم شراف عليه في الضاحي القنوبي في بيروت من قبل عناصر من حزب الله وخاصة فيما يتعلق بالأعلام فهم يصوروا فعلاً أن هذه الجماعة ما زالت مسيطرة ما زالت عندها يصوروا حتى على أفلام أن يحققوا انتصارات في الحد القنوبي للسعودية وأنهم يخترقوا مع أسكرات وهذا كلام غير واقع غير حقيقي فعلاً هم فقط يتواجدوا على مسيطة علام لكن الحقيقة وكل المعلومات تقول أنه فعلاً هم يعانوا زي ما قلت تفضلت يا أستاذ أنه في 8 أو 9 من جبهات الآن ملتهبة وأنا توقع أنها سوف تستمر مع قادم الأيام ولكن أيضاً في جبهات فيها جمود يعني مفرض أنها تستغل هذا الجانب لأنه خاصة أنه كثير من المغاتلي الحوثيين أن سعبوا من هذه الجبهات وأيضاً هذه الجبهات تحضى بدعم من المتحالف التحالف يعني أمن كل الجبهات في كل المحافظات في كل المناطق بإمكان هذه الجبهات أيضاً أنها تستغل إنشغال الحوثي في جبهات بالنسبة لها هي ذات أهمية وسعب كثير من المغاتلين فأتمنى أنه لا تكون عندنا 8 أو 9 يعني بالإمكان أنه تكون عندنا 10 إلى 12 إلى 15 جبهة مؤمنة من التحالف والظروف ما هي لها وخاصة أنه بالإمكان الآن بكل سهولة أنه في قوات موجودة الآن مثلاً في أرحب بإمكانها تتحرك بإمكانها عمران وقطع الطريق الواصل ما بين سعدة وعمران هذه ما تكون ذات ضربة موجودة للانقلابين لو لاحظت أستاذ العزيز أنه مثلاً عندما أعلن علي عبدالل الصالح في 2 ديسمبر عن فض الشراكة رسمياً والمواجهة رسمياً مع الحوثيين أنه الانقلابين تقهقروا بشكل ملحوظ في صنعة ليش؟ لأنه هناك شيء قابلي كان موالي علي عبدالل الصالح من مشايخ طوق صنعة يعني تم قطع الخط الواصل ما بين سعدة وصنعة فتقهقروا داخل صنعة لكن بعدما فكت طريقة هذا الحوثيين بسهولة خلال 48 ساعة وصلوا إلى علي عبدالل الصالح وتم تصفيته في الشرياء الرئيسي بالنسبة لهم داخل صنعة هو الخط الواصل ما بين سعدة وصنعة وبالإمكان أنه الوصول إلى قطع هذا الخط طيب أشرت قبل قليل أستاذ خالدي لأن القوات التي كانت موالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح كانت تشكل عامل أساسي بالنسبة للطرف الانقلابي عندما كانت تحالف قائما بين الطرفين الآن يعني خاصة بعد أن سمعنا عن قوات الآن تقوم بعمليات بقيادة طارق صالح في مناطق الساحل الغربي هناك نتحدث عن ربما آلاف من العناصر العسكرية التي كانت تابعة سواء للحرس الجمهوري أو الأمن المركزي أو شيء من هذا النوع إلى أي مدى هذا العامل سيحدث أثر ملموس برأيك في سير العمليات العسكرية نحن فعلا هنا كنا نتابع أنه الكثير من طبعا معروف أنه القوات الموالية علي عبدالله صالح كانت هي من أكثر الوحدات العسكرية على مسؤول الجيش الأمنية وهي وحدات الحرس الجمهوري والقوات الخاصة كانت تحظى بدعم وتدريب على مستوى عالي فبقيت موالية على عبدالله صالح كثير منها طبعا تم اخترق بعض بوحدات الفرع من هذه القوات من قبل حوذين صحيح لكن آلاف من هذه القوات بقيت على ولها الرئيس على عبدالله صالح حتى مقتلة بعد 4 ديسمبر وقتيل على عبدالله صالح خاصة طارق محمد عبدالله صالح تم الخروج من صنعه وبتنسيق مع التحالف تم خروج هذه العناصر المولئة على عبدالله صالح وهي عناصر مدربة يعني بحيث التدريب مؤهله جاهز فتم تجميعهم في جهة الساحة القربي وتم تأهيلهم وعادة تشكيل هذه الوحدات وتجهيزها بالعربات والإسلحة والإمكانيات التي تساعدها بخوض المعارضة هذه القوات نران علي أنها فعلا سوف تحدث فارق كبير لعدة أسباب منها أنها مدربة على مستوى عالم التدريب يعني تم تأمينها بإسلحة نوعية لا تتواقل عند الإنقلابين أيضا يعني في نوعا ما في حتى على مستوى أنه فيثار شخصي ما بينه وبين الإنقلابين أكثر من أي وحدات أخرى طبعا كل الشعب اليمني هو فيثار مع الإنقلابين لكن هذه فعلا في أعداء شخصي وتوقع أنها تعمل فارق على مستوى قادم الأيام وخاصة في معركة الساحة الغربي وتوقع أنه حتى قبل رمضان تكون على مشارف الحديد أو على مشارف التحديد أو تحيل حتى الميناء الذي لحد الآن أنه يستخدم من قبل الإنقلابين يستخدمها سيئة فهذه القوات هي ضافة نوعية ويجب من الجميع أنه يعني تعاون معها هي مثلا ما تعمل أنه كقوات منفردة بذاتها ولكن هي قوات يمنية من ضمن المقاومة بشكل عام وفي بعض الأصوات النشاز مع احترامي لهذه الكلمة وهي مفرض أنها في إطار الشرعي وتدخل من هذه القوات هذه القوات لا يمكن أن تكون مثلا تشكل تهديد أو ضغط على أي جهة كانت إلا أنها أعلمت أنها العدوها الحوثي وهي فعلا سوف تقوم إن شاء الله بأعمال يعني ملحوظة مع قادم الأيام شكرا جزيلا لك الأستاذ خالد النسي الخبير العسكري والاستراتيجي كان معنا من دبي شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك